اناب صاحب السمو الملكي سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة لحضور حفل تخريج الفوج العشر من طلاب الثانوية العامة بمارسة AMA الدولية البالغ عددهم 194 خريجا وبهذه المناسبة نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للخريجين وأولياء أمورهم مشيد سموه بما أبداه الخرجون من حماس واجتهاد في التحصيل والدراسة متمنين سموه لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية وأكد سعادته أن الحكومة برئاسته صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تضع التعليم في صدارة اهتمامها باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة وتقدم الوطن وأنها تعمل باستمرار من أجل تطوير العملية التعليمية بمختلف أبعادها وجعلها أكثر ارتباطا بروح العصر الحديث ونوه إلى أن مملكة البحرين تفتخر بأن لديها العديد من المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة المتميزة والتي استطاعت تخريج أفواج من الطلبة والطالبات المؤهلين لخوض غمار العمل بكل الكفاءة والاقتدار وأشهد بالدور الهام الذي تقوم به مرسة AMA الدولية في دعم مسيرة تطور المنظومة التعليمية في المملكة في ظل ما تمتلكه الجامعة من كوادر إدارية وتعليمية ومنشآت على أعلى المستويات وتوجه سعدة الشيخ خليفة من راشد بخلص التهاني إلى الخرجين وأسرهم مؤكدا أن التخرج بداية لمرحلة جديدة لتحقيق طموحاتهم الشخصية والعملية من خلال الدراسة الجامعية حاثا الخرجين على الاستمرار في التحصيل العلمي والدراسي الذي ينمي مهاراتهم وقدراتهم وكان الحفل قد بدأ بكلمة للدكتور أمابيل أجيلوس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس مجلس أمناء الجامعة تقدم فيها بالتهنئة إلى الخرجين على ما بذلوه من إنجازات خلال 12 عاما من الدراسة والتعلم من جانبه أشهد ساعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بهذه الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والتي تأتي في إطار اهتمام سموه وعنايته الدائمة بالقطاع التعليمي وحرصه على الارتقاء بالعنصر البشري من خلال الاستثمار في تعليمه وتدريبه وأكد ساعدة الوزير على اهتمام مملكة البحرين بتطوير قطاع التعليم الخاص باعتباره رافدا مهما وأساسيا من روافد التربية والتعليم إذ تم التوسع في إنشاء المدارس الخاصة حتى بلغ عددها اليوم 73 مدرسة وعراب الوزير عن خالص تهانيه وتبركاته للخرجين والخرجات وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة اليوم تم تخريج دفعة جديدة من أبنائنا الطلبة والطالبات هذا العمل لله الحمد تم تعقيق العديد من الإنجازات في مسيرة التربية والتعليم في مملكة البحرين سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي من خلال المشاركات في العديد من الاختبارات الدولية أو المسابقات ذات الفعالية سواء على الصعيد المحلي أو إقليمي أو الدولي وزارة التربية والتعليم مستمرة إن شاء الله في متابعة ودعم مدارسنا الخاصة هذه المدارس تشكل رافدا أيضا للمسيرة التعليمية والتي يلاه الحمسة وتحتفل العام القادم بمرور مئة عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين هذه مسيرة متطورة ومزدهرة